يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تهنئة النصارى بأعيادهم وهل يعتبر ذلك إقراراً لهم على الباطل نعم لا يجوز تهنئتهم بأعيادهم لأنها باطل وما لا يقول والذين لا يشهدون الزور والزور هو أعياد الكفار لا يحضرها ولا يهني أصحابها ولا يعطيهم يهدي إليهم بمناسبتها لأن هذا إعانة لهم وإقرار لهم على الباطل لا يجوز تهنئتهم بأعيادهم أعيادهم الدينية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يعني مثل عيد المولد عيد المهرجان والنيروز أعياد الكفار لا يجوز تهنئتهم فيها لأنها إذا هنأهم فقد أقرهم فضيلة ماهم عليه وشجعهم على ماهم عليه نعم